دي سؤال حشري لقلك حدا بيلعب قدام نادين النجام بيكون مختصب بيلعب قدام سيرين عبد النور بيقوم ببيعة يعني عم بيحكي عن سالون زهرة ودور العمر وهلتو فلنز المختلفين واحد أمرجي واحد مختصب كيف واحد بيحضر لك شخصية؟ وكيف كان التعاطي مع نادين وسيرين؟ نادين رفق من زمان قنوية من احنا وصغر بس كان صعنا زمان ما ملتعينا ببعضنا وساقة بلتعينا ببعضنا وكانت كتير لذيذة الخبرية ولتقت فيها بعشق النساء سلمت عليها بس ما اجا دور بوجة بوجة نويةها هون كنا ديراك اللي صار أنك تعم بعمل مسرحية آخر سيجارة بوقتها كل اللي عملوا هيدا الكاركتر أنه تعب تعبت تعبت عم بعمل المسرحية كنت عم بروح صور من التنتين للصوب الأربعة خمسة سالون زهرة خلص روح عامل المسرحية عشرة تخلص المسرحية بسلي مع العالم بركض ركض عم المخيل من كافة السويت لبلليلة الساعة تنتان كان التعب لحاله عم بيشتغل هو أنا إنسان تعبان من اللي عم بيشتغل والكاركتر هو برأيك كان مفروض يكون مرهق أصلا شكله نفسيته استعملتها هو المغتسب المغتسب بصير مرهق ما هو المجرم بالآخر بده حدا يلقته ليرتاح كيف تكون نادين عسات؟ كيف كانت التجربة معه؟ كتير مفروفاشنال نادين عسات وعارف حاله شو عم تعمل وعارف النصوج وقفة وكل هول إخبار وفي كتير محلات تكلت عليها تكيتي عليها لأنه يعني بالآخر قدل أنا الجيبدي يعني فيه النهار شربان أربع قهوة ورا بعضهم كان من التبسح صحيح لكاف من المسرحية كاف المسلسل اللي يطلع الدور وكان كتير حلو اشتركوا في القناة